هذا وتتواصل في مدينة شرم الشيخ على قدم وساق لاستعدادات لوجستية تمهيدا لانعقاد مؤتمر المناخ كوب 27 في نوفمبر المقبل للمزيد معنا من مدينة السلام مدينة شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز كريم هل لك أن تطلعنا على أبرز ما يتم الآن في المدينة من تجهيزات ومن استعدادات للمؤتمر إن شاء الله نعم تحياتي لك ريهام تحياتي لك زميلي يوسف بالفعل هنا من مدينة السلام من شرم الشيخ شرم الشيخ دائما معتدنا أنها تصديف المؤتمرات الأكبر والأهم في العالم ولكن هذا المؤتمر كوب 27 مؤتمر الأطراف الدولي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ هذا المؤتمر هو طابع خاص وخصوصا في مصر مصر خلال الفترة الماضية دائما ما كانت تتوجه في جميع ربما المجالات في التوجه للأخضر أو مبادرات مختلفة للتحضر للأخضر وأيضا عدة مبادرات عديدة وتوجهات مختلفة للعمل على التحول للطاقة النظيفة بشكل نعم اختيار مدينة شرم الشيخ مدينة السلام لم يكن اختيارا عشوائيا ولكن كان اختيارا موفقا بناء على تجهيزات واستعدادات ليس فقط لمدينة شرم الشيخ ولكن لجمهورية مصر العربية وللتفكير والتوجه بشكل عام مدينة شرم الشيخ تتجهز وتستعد لاستضافة هذا المؤتمر في نوفمبر القادم هذه الاستعدادات تتنوع تتنوع هذه الاستعدادات بناء بداية بالانشاءات المختلفة انشاءات جديدة سواء خاصة بالفنادق سواء خاصة بتجهيزات الطرق والميدين المختلفة استعدادات خاصة أيضا بلافتات ارشادية للتوجه لأماكن استضافة المؤتمر سيكون في مركز المؤتمرات الدولي هنا في مدينة شرم الشيخ ايضا حتى وسائل المواصلات ستكون على قدر الامكان ربما اغلب هذه وسائل المواصلات والانتقالات داخل هذه المدينة ستكون ايضا استخداما للطاقة النظيفة اما بالكهرباء او اما حتى باستخدام الغاز الطبيعي لذلك هو توجه بشكل عام لاستقبال هذا المؤتمر سيستضيف بالطبع ما يقرب من مئة دولة سيشاركون في هذا المؤتمر نتحدث عن اكثر من ستين رئيس وملك سيكون متوجدين داخل مدينة شرم الشيخ وعدد كبير جدا من وزراء الخارجية والوزرات المختلفة اذا تحدثنا ربما عن الوزارة الاهمة المتخصصة في التغيرات المناخية ووزارة البيئة وما الذي يحدث على ارض الواقع اما بتجهيز مدينة شرم الشيخ عن طريق صراعة الاشجار المختلفة وتجهيز المؤتمر وتجهيز المدينة الاستقبالة المؤتمر بصورة خضراء بشكل عام اذا تحدثنا ايضا بداية من المطار مطار شرم الشيخ الدولي فورا وصول الوفودة وحتى فورا وصولنا نحن لمدينة شرم الشيخ نقل كل من هو يأتي الان للاستعداد للمؤتمر او حتى للتسكين والتواجد من قبل المؤتمر للتحضيرات هناك وسائل خاصة لنقل هؤلاء الحضور لاماكن اقامتهم او اماكن عملهم وبالطبع هذه الانتقالات ستكون بالمجانة وعن طريق هذه ربما السيارات او حتى الاتوبيسات المختلفة الصديقة لالبيئة كان هناك توجه كما ذكرت مخصون مبادرة تتحضر للاخضر والصناعات المختلفة اما صناعة الهايدروجين وانتاج الهايدروجين بشكل عام هنا في مصر اذا حدثنا ايضا عن المنشآت الخاصة والفنادق هناك فنادق الان تعمل وجاري تحضيرها لتتحول للفنادق الخضراء لتحصل على النجمة النجمة الخضراء هذه النجمة التي تؤكد على ان هذا الفندق او هذا المكان تحول الى مكان صديق للبيئة ومكان اخضر اي انه يتم استخدام كل ما داخل هذا الفندق او هذا المكان لاعادة تدويره مرة اخرى بدون اي نوع من انواع الانبعثات الكربونية التي من الممكن ان تؤثر على المناخ القارة الافريقية بشكل عام ربما ليست او الاقل من اقل القارات التي ربما لها تأثير سلبي على المناخ حيث انها الاقل في انبعاثات الكربونية الخاصة بي او المؤثرة على التغيرات المناخية اختيار ايضا مدينة شرم الشيخ هذه المرة كان بالطبع كان تم التنصيق له من قبل في القمة السابقة كوب 27 في جلاسكو وكان هناك ايضا في ذلك الوقت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تحدث عن ايضا وضع بعض الاليات للحد من استخدام المواد التي من الممكن ان تؤثر على المناخ المواد الكربونية مثل بالطبع الفوسل فيولز او حتى المواد الحفرية المختلفة مثل البترول وغير والفحم وغيرها لتقليل استخدام هذه المواد في المصانع وفي ايضا جميع انحاء المجالات المختلفة هذا ايضا توجه مدينة شرم الشيخ بشكل عام لذلك كان هناك حديث حول اهمية استضافة هذا المؤتمر في مدينة شرم الشيخ خصيصا اذا تحدثنا ايضا عن نقطة اهمة وهي بالطبع التجهيزات الصحية التجهيزات الصحية الخاصة بمؤتمر المناخ كابتوانتي سابد ونفينة شرم الشيخ هناك استعدادات خاصة اما بسيارات الاسعاف التي ستكون متواجدة طوال الوقت ايضا الاهتمام بالتباعد على قدر المستطاع هناك تجهيزات لهذه الامور جاري العمل عليها بالفعل داخل اما اماكن استضافة المؤتمر ولا سيكون اما في مركز الدولي المؤتمرات سيكون عدة بالطبع عدة نقاشات اخرى ودراسات اخرى في اماكن متنوعة داخل مدينة شرم الشيخ ليس فقط المركز الدولي للمؤتمرات هناك ايضا نقطة هامة جدا دائما على هامش اي مؤتمر لمؤتمرات المناخ ومؤتمر الاطراف لتغيرات المناخية وخاص بالنظمة الامة المتحدة هناك دائما ما يكون هناك تجمعات ووقفات بشكل عام لتعرب عن ارائها في التغيرات المناخية وماذا تأثيرها السلبي على العالم بشكل عام وعلى المواطنين في جميع انحاء العالم لذلك سيتم هنا تحديد منطقة عزلة ومجهزة ومؤمنة لاستقبال هؤلاء الذين يريدين ان يعبروا عن ارائهم بشكل عام او يطرحوا افكارهم بشكل عام بطريقة وقفات او وقفات صامتة او ايا كان الطريقة التي ستعبر بها هذه الوقفات عن ارائهم المتعلقة بالتغيرات المناخية وان تأثيرها على المناخ ستكون هناك منطقة خاصة وجاهزة ومؤمنة لاستقبال هذه الوقفات ستكون قريبة ايضا من مركز المؤتمرات الدولي هنا في مدينة شرم الشيخ ليس فقط هذا ما تستعد له مدينة شرم الشيخ اي الانتقالات او حتى المنشآت او حتى الطرق او حتى الوسائل الصحية ولكن ايضا فكرة الابتكارات هناك دائما في جميع المؤتمرات البلد المستضيف والبلد الرئيس لهذا المؤتمر دائما ما يعرض افكارا ومبادراتا ومبادرات مختلفة يتم تطبيقها بعد ذلك في محاولة كما ذكرنا للحد من البعثات الكربونية التي تؤثر بالطبع على التغيرات المناخية بشكل نعم لذلك مصر ايضا لديها اجندة خاصة سيتم عرضها داخل هذا المؤتمر او على مدار ايام المؤتمر بالطبع على امل ان يتم توقيع او الخروج بتوصيات يتم التوقيع عليها بالفعل من جانب الاطراف المشاركة للحد من الانبعثات الكربونية هذه نظرة عامة عامة يحدث هنا في مدينة شرم الشيخ على ارض الواقع فيما تعلق بالاستعدادات لمؤتمر المناخ كوب 27 في نوفمبر المقبل ولكن هذه الاستعدادات بالطبع سيليها بعد ذلك حضور المؤتمر في حد ذاتها الحضور ايضا ليس مقتصر فقط على الرؤساء او مسؤولين في حد عينهم او في حد ذاتهم متعلقين بالتخصصات المناخية والتغيرات المناخية ولكن ايضا سيكون هناك خبراء يشاركون في هذا المؤتمر ليدلوا بافكارهم ويدلوا باقتراحاتهم واستراتيجيات متنوعة ليتم وضعها على طاولة المناقشات وايضا لا يختصر ذلك على شكرا جزيلا مع كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري على هذه المتابعة التفصيلية الوافية كنت معنا من مدينة شرم الشيخ شكرا جزيلا